أنا أهداف سويف وبتكلم نيابة عن احتفالية فلسطين للأدب دي مبادرة ثقافية بقلنا خمس سنين بنعملها بناخد كتاب وقدباء عرب أو أجانب وبنروح فلسطين ونعمل نشاط ثقافي مع الكتاب والطلبة والفنانين الفلسطينيين السنة دي مفروض ان احنا نروح غزة والبرنامج متحدد بان احنا نروح غزة يوم خمسة مايو ونقعة هناك خمسة ايام وعندنا برنامج يعني حافل وجميل مع الجامعات والمدارس والشباب والأطفال في المخيمات وكمان أمسية شعر وأدب وغناء من فرقة اسكندريلا احنا قدمنا طلب لوزارة الخارجية المصرية بالتصريح للمشاركين في الاحتفالية ان هم يسافروا ويدخلوا غزة من معبر رفح وقدمنا في الوقت المطلوب ومرفق به جوازات الناس كلها زي ما طلب مننا بالزبط والحقيقة ان احنا لسه مستنيين التصريح ده طبعا احنا اضطرينا ان احنا نشتري التذاكر ونحجز الفنادق ونطبع البوسترز وكل حاجة متعددة والجمهور في غزة مستني الاحتفالية ومتراقب جدا ان هو يشوف ويتقابل مع الناس اللي رايحانه من مصر فاحنا بنرجو انه التصريحات تعطى لنا باقصى سرعة لانه يعني كده وكده احنا هنركب البس وحنتحرك من القاهرة يوم خمسة وحنروح معبر رفح فيعني رجعنا ان شاء الله ان ده يكون بتعاون تام مع الاجهزة اللي هي مختصة بانها تجينا التصريح خصوصا انه كل اوراقنا مكتملة عندهم بقالها اكتر من الفترة اللي مطلوب مننا كنا ان احنا نقدمها بس شكرا